اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عزاني المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة كل اسبوع من البرنامج الاسبوعي بتاعنا قلوب لا تخاف وحلقة جديدة النهاردة عنوانها وإلى الشيبة انا احمل والآية دي أو الجزء اللي في الآية دي بيجي في أشعية 46 بيقول كده بيقول فآخر عدد ثلاثة المحمولين من الرحم وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل قد فعلت وأنا أرفع وأحمل وأنجي حقرى الآية مرة تاني ويريتك ويريتك تركزوا معنا في الكلام الحلو اللي روح القدس عايز يوصلوا لي ولكل واحد فيكم المحمولين من الرحم إلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل قد فعلت وأنا أرفع وأحمل وأنجي وبتعجبني قوي كلمة قد فعلت دي حاجة فعله ماضي يعني هو بيحمل وبيشيل وبيقول خلاص الموضوع تم قد فعلت أنا أحمل وأنا أرفع وأنا أنجي إلى الشيبة أنا أحمل وده بفكرنا بحبيبنا الكبار في السن لزيحلاتي وزيحلاتكم الكبار في السن أن الرب اللي ميشي معانا مشوار الغربة ومشوار الحياة الرائعة الدويل هيكمل معانا إلى النهاية إلى يوم يسوع المسيح إلى الشيبة أنا أحمل واللحبايب الصغيرين اللي خايفين من المستقبل وخايفين من البكرة الرب فعلا بيشجعك ويشجعك وبيقولك وإلى الشيبة أنا أحملك وأنا هرفعك وأنا هنجيك كلام رائع كلام مشجع جدا مرة كنت بقرأ الآية دي وقفت قدام الجملة دي فعلا وقفت ما عرفش أتحرك قلت له يا رب ده أنت إله عظيم جدا بتخليني مخفش من بكرة مخفش من بعد شوية مخفش من كوارس الزمن مخفش من اللي ممكن يحصل لي بكرة لكن بقول إن إله العظيم اللي وعد إلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل بس مع ناس كتار بيكلموني في التليفون بيقولولي يغتلوا أولادنا كبروا أولادنا تجوزوا إحنا عايشين وحدنا لكن ما عندهمش وقت يسألوا علينا ولما يسألوا بسرعة خطف لكن ما عندهمش وقت ممكن يزورونا واحدة قالتلي جوزت ابني وبنتي وأنا عادة في شقة الوحدي وابني مش فاضي يرفع سماعة علي قلتلها يعني إيه كلمك مثلا مرة في الأسبوع قلتلي لا ده مرة في كل كم شهر قولي كم مرة في السنة قلتلها هو هنا معاك قلتلي آه هو هنا معايا بس هو مش فاضي لي هو مش زعلان مني بس ما عندهش وقت ليا إيه رأيكم إيه رأيكم إن فيه بديل رائع جدا النهاردة هيجيلك وهيجيلك وهيقولك وهيقولك وهيقول لي ما تشيلش الهم لو أولادك مش فاضي لك لو أخواتك مش فاضي لك لو كل قريبك ما حدش فاضي يرفع سماعة عليك وإنت اللي بتتصل دايما لكن إلهك الرائع بيقولك ما تخفش إلى الشيخوخ أنا أحمل وإلى الشيبة أنا أعتني لكن اللي أحلى من كده بقف قدام الكلمة اللي بتقول قد فعلت خلاص الموضوع ده حسمته وعملته حتى لو كان سنك صغير والآية بتقولك إلى الشيبة أنا أحمل فالرب بيقولك خلاص أنا قد فعلت أنا عملت كده بيقول قد فعلت إلى الشيبة أنا أرفع إلى الشيبة أنا أحمل وإلى الشيبة أيضا أنا أنجي يا رب لي كل المجد يا رب مبارك اسمك فعلا الترنيمة اللي بتقول ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل أنت الفرح أنت السعادة أنت السلام في وقت بكايا وأنت القلب الوحيد اللي بيتحمل هو الوحيد اللي يتحملنا ما حدش يقدر يتحملنا غيره وما حدش يقدر يتحمل ظروفنا غيره يمكن ولادك يقول ماما أنا مش فاضي ماما أنا اللي فيها مكفية ماما أنا ولادي مش مخليني بابا أنا بيبدال الولاد يعمله كده باستمرار حتى لو كان بيسألوا علينا مش بقول إن كل الولاد كده لكن بقول إن كتير من الولاد المشغولية بتخليهم مش قادرين يكفوا هذا وذاك يكفوا بيوتهم وشغلهم ومسئولياتهم ويكفوا والديهم مش الكل بينفع يعمل كده لكن فيه إله عظيم بينفع يعمل كده وبيقول أنا قد فعلت ما تسألنيش على إني أرفع وأنجي وأحمي وأحمل ما تسألنيش أنا قد فعلت أنا خلاص عملت تشكروا النهاردة كتير ناس بتبكي من الوحدة كتير بشوف ناس بتعيط ولادي اللي تابت فيهم واللي صهرت واللي حملتهم واللي شئيت عشانهم واللي اشتغلت وكبرتهم وطلعتهم وجوزتهم هما فين مني دلوقتي أنا بقول لك ههو الروح القدس بيقول لك وبيقول لي وبيقول لك ما تزعلش ما تتضيقش ده فيه الإله العظيم اللي بيسأل ده فيه الإله الرائع اللي بيحمل والإله اللي هو بينجي لكن عايزة أسأل سؤال لنفسي ولكل واحد لو أنا جت لك دلوقتي وقربت منك أو منك وسألتك وقلت لك لو فرد لو فرد إن أنا حسأل سنية حياتك الماضية وكان قدر إن هذه السنوات الماضية من عمرك هترد عليها وحسأل السنين دي وحقول لها ماذا فعل معك الله أيها السنوات الطويلة العديدة ماذا قدم لك الله العلي ماذا قدم لك ماذا ستجيب هذه السنوات الطويلة وبماذا هترد بماذا سترد وتقول أسق مليون في المية إن حتقول السنوات والزمن هيحكي ويقول الإله الذي رعاني هو الذي يرعاني وسيرعاني أيضا زي ما قال يعقوب الإله الذي يرعاني إلى ذلك اليوم مش عايز الواحد فينا يا إلا لكن أنا عايزة وعلى قلبي أوي أتكلم مع حبيبنا اللي تقدمت بيهم الأيام والمضغطين واللي حسين بوحدة واللي فعلا بيعدوا بيبتدوا يفتكروا أيام القوة بتاعتهم وبيحزنوا دلوقتي على أيام الضعف كتاب المؤدس بيشجعنا كتير قوي وبيكلمنا كتير قوي فعلا عن الناس اللي هم دساما وخضرا بيقول عنهم الكتاب كذا بيقول عنهم الكتاب أيضا يثمرون في الشيبة يكونون دساما وخضرا في مزمورة 92-14 ليخبروا بأن الرب مستقيم صخرتي هو ولا ظلم فيه يخبروا بأن الرب مستقيم أنا عايزة أقول لك أيها العزيز أيها العزيزة الكبار في السن أوعى تقعد تندب حظك وتتدايق من الوحدة لكن يجب أن تخبر بدل من التزمر وإنك مضغوط وتبتدي جواك جواك صراع وبتحب أولادك وصعبا عليهم بتحب قريبك وإخواتك واللي ليك والدعمك وصعبا عليهم وصعبا عليك من الكنيسة وصعبا عليك من الإخوات وما حدش بيسأل وما حدش بيرفع سماعة وإليعية خلاص يتفلق كذا الكلام ده بنسمعه كتير لكن بدل من تعمل كذا الكتاب بيقولك حاجة رائعة جدا أخبر بأن الرب صالح ومستقيم وأنه صخرتك ولا ظلم فيه اخبر عن معاملاته عن سنية حياتك اللي بتشهد عن أمانته طوال أيام حياتك الماضية بدل ما تقعد تقول أنا وحدي أنا مش عارف أعمل أنا مش لاقي أنا مش عارف أنا مش عارف أتصرف واللي تعيده تزيده ويفضل مخك وبعدين تتحول كل الكلام اللي جواك لمرارة وتتضغط وتنزل لتحت ونفسيتك فعلا تتعب قوي وتقول ما أنا جوزتهم بعيد ما هم هاجروا سابوني ما هم هم فين وأنا فين طب أنا مين اللي ههتم بي افتكر إن إلهك صخرتك هو 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 اللي بيرفعك هو اللي بيحملك هو اللي بيديك معونة ونعمة هو اللي بيشجعك هو اللي بيجيب لك موعيد حلو عشان يرفع نفسيتك بيها بس تدي له فرصة إنه يعمل معك كده وما تقعدش اللي تعيده تزيده وجواك تتكلمه آه حظي وبختي واللي حصل لي واللي جرالي وتفضل فعلا متنكد على طول وحياتك عايشة بلا معنى مش قادر تفرح بالرب لأنك عمالتك تتر وتعيد وتزيد في الضغوط اللي هي حواليك وإن أولادنا بيعدوا عننا عشان نبتد يشقوا طريقنا زي ما احنا شقنا طريقنا وبعدنا عن أهلينا هما كده لازم ياخدوا دورهم في الحياة زي ما احنا أخدنا دورنا في الحياة وبناخدوا في هذه الأيام لكن بيقول كده بيقول في مزمور 71 لا ترفضني في زمن الشيخوخة ولا تتركني عند فناء قوتي لا ترفضني في زمن الشيخوخة ولا ترفضني عند فناء قوتي بشوف ناس كتير في بيوت مسنين بيبقوا قاعدين مرة واحدة قالتلي بسألها أولادك بيجوا يسلموا عليك قدتلي آه طبعا بيجوا على الكريسماس كريسماس قدتلي آه ده مرة في السنة قدتلي آه مرة في السنة يجوا على الكريسماس يعيدوا علي ويجديدون الجفت بتاعتي زي أي حد شيء صعب زي ما بنكمل بنكلم كبار السن بنكلم الصغيرين وبنقول اكرم أباك وأمك لأن هذه أول وصية بوعد أول وصية بوعد أن احنا نكرم أبانا وأمنا الذين أكرمونا وحملونا في طفولتنا لكن عايزة أقول حاجة فكرت فيها أني أحيانا في ناس شباب وأحداث وصغيرين جدا في السن ورجال وسيدات بتكون حياتهم حياة شيخوخة شيخوخة ولا منبكرة بتكون صحتهم تعبانة جدا رغم أنهم صغار في السن ومش كل الكبار تعبانين ومش كل الصغيرين أصحاء لكن بنشوف في ناس شباب وصغيرين بسمع كتير عن شباب صحتهم تعبانة جدا جدا في شيوخ كتير أحسن منهم في الصحة فهم يعيشون الشيخوخة قبل الأوان يعيشون الشيبة قبل الأوان لأن صحتهم متهلكة وهم فعلا صغار الأعمار جدا لكن لو كنت أنت بهذه الطريقة أذكر أن رب هيحملك وهيرفعك وهينجيك سواء كنت صغير أم كنت كبير هو لوعد وهو مسؤول عن كل كلامه لأن السماء والأرض يزولان وحرف واحد من كلامي لا يزول هو الرب قال كده وقال أن محدش يقدر يحذف ولا كلمة واحدة ولا حرف من كلامي لألا يحذف اسمه من سفر الحياة لكن في آية تانية للناس الكبار الحلوين بتقول ساهدته وصرته كعصفور منفردا على السطح زي عصفور قاعد لوحده على السطح وحاسس بوحدة وحاسس أني مفيش مسلي قد يكون فراغك شريك حياتك قد تكون فراغتك شريكة حياتك وإنت عايش لوحدك وأولادك مش وقت يمبلهم وأولادك مش حاسين بالوحدة مش حاسين أني فيه فراغ جواك كبير جدا وعايز حد يملاه أنا عايز أقول لك لو الشريك أو الشريكة انتقل تذكر أن شريك الحياة كلها إلهنا وربنا وحبيبنا ربنا يسوع المسيح هو شريك غربتنا هو شريك وحدتنا هو لن ولن يتخلى عنا مش حيسيبك كم من ناس أو سيدات تركهن أزواجهن وهما في سن الشباب وكان عندهم أطفال وقالت ياه قدامي العمر جامد وتويل قدامي مسئولية صعبة لكن أنا لو سألتك في هذا السن وحقول لك إيه أخبارك دلوقتي تقولي لي يا يا أخت سلوة حنقول مع أيوب كيف أعنت من لا قوة له وشددت ذراعا لا عزة لها مش أعانك مش كنتي بتبكي في يوم من الأيام ودموعك مش بتنشف إزاي طلع الجيش القدامي إزاي طلع الصغيرين دول والإمكانيات قد كده مش أعانك مش عبر بيكي السنين مش كبروا مش عدى بيكم وتعلموا وعدى بيكي وتخرجوا وتجوزوا وشايفاهم قدامك كبار وحلوين هو ده الإله الرائع العظيم اللي بيرفع واللي بيحمل وبينجي أيضا لكن الآية اللي كلنا عارفينها ولي كلكم حفظينها معايا اللي بتقول كنت فتى وقد شخت ولم أرى لم أرى لن ولن أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا كنت فتى مش كتير بتيجي مع أحفادك وتعود تحكي لهم وتقولهم عارفين يا أولاد لما كنت قد باباكم كنت بعمل وبعمل وبعمل عارفين بابا وهو صغير قدكم كان بيعمل وبيعمل وبيعمل بتفضل تحكي لهم وهم بينبست وبابا كان صغير آه وكان بيعمل زيين آه وكان بيعمل أكتر منكم كمان وكان بيتشق أكتر منكم ونفضل نحكي قصص حياتنا وقصص قوتنا اللي كنا فيها زمان لأولادنا والأحفادنا وتقول لابنك عارف لما كنت قدك كنت بعمل وبعمل 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 وكان في قوة هد جبال مش بنقول الجملة دي على طول بنقولها لكن يا ابني فين دلوقتي فين دلوقتي لأ حتى وانت في سن الشيخوخة حتى وانت في الشيبة الله بيعتني بك وزي ما قلنا المرة الفاتت أو القبلها الحب عمره ما بيشيخ الإخلاص والمشاعر والابتسامة الحلوة عمرها ما بتجبر العطاء والزوق والرقة في المشاعر والكرم عمره ما بيشيخ لكن حتى وانت في زمن الشيخوخة عطاءك هو هو بيتجدد يوم ورا يوم وفي ذلك روعة قد تتفرد بهذا عن شباب كاثرين يمكن بنشوف شباب ورجال ما قدروا شده وعطاءهم محدود وإن إدعطوا قد يكونوا متضررين في عطاءهم لكن ما أروعك وما أروعك وأنت في سن الشيخوخة وأنت تعطي وتعطي بحب والدتي قبل انتقالها انتقلت في سن في التمانينات لكن كان عطاءها من قطع نظير كنت استغرب كانت تدي عطاء أقول إيه ده إيه ده إيه مستوى الحب والعطاء ده تذكرت أن في الشيخوخة الحب لا يشيخ ولا ينقطع لكنه يظل إلى أن ينطلق الإنسان إلى فديه في السماء في آية بتقول أيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك في كل آتي زي ما حكينا أن بنحكي لولدنا و بنحكي لأحفادنا أيام ما كانت قوتنا و قد كنا بنعمل و بنقدر نعمل طيب معنا مكلمة بس أنا مش وقدة بالي من الإسم ابن الرب من لبنان أهلا وسهلا بيك تفضل حضرتك معنا على الهوى أهلا وسهلا وسهلا و معك أيضا الله خليك يا ريت وطي التلفزيون لأني مش سمعين وطي التلفزيون حضرتك أهلا أهلا وسهلا بس لأني فيه شوشرة جمدة شامع من التلفون شامع من التلفون عم بحكيكي على الموبايل آه طيب اتفضل آه سلوى بس بدي أتشكركم كلكم على العمالين بهالمحطة شكرا لي و شهنا بالمسيح معكم مين معنا نتعرف و الله يحميكم جميع أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بيك الله يخليكي يمكن عرفتيني آه يعني تقريبا يعني تقريبا آه أهلا وسهلا بيك الله يخليكي و إن شاء الله بكرا بنسمع أخبار تلوي أمين 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 يا عزيزي ربنا يبركك و يبارك مدخلتك رب يبركك الله يخلينا إياكم بس لأنه هيك بس نسمعكم نحس الشفعة وهيدا الإيمان اللي بيجينا زيادة رب يبركك يا عزيزي شكرا لكم محبتك الله يخليكي و يضلك بالصحة تعيش وأكيد من خضيك و كمان هيك إن شاء الله أهله بيتطمنوا عنه أمين و كل شي بيكون منيح إن شاء الله أمين في اسم يسوع رب يبركك و نتطمن عليكم كلكم في اسم المسيح شكرا لكم دخلتك أمين في اسم المسيح للجميع شكرا و معاك أيضا قطر ألف خيرك ربي بركك الأخ حسن من ميتشيجن أهلا وسهلا بك أخ حسن أهلا وسهلا تفضل يا أخ حسن أهلا وسهلا تفضل يا أخ حسن كان أبونا كمان يتعب قدامنا لا يعيشنا أنت حطيت أصبحك على الجرح أخت الكريم الأهل بكنوز الدنيا ما بيتحوضوا ده صحيح فعلا فعلا إحنا بنقول الكلام ده مظبوط إن ربي دينا نعمة إن إحنا نكون وبنقصرش في حق والدينا لأن على فكرة في مبدأ زرع حصاد ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا وأنا يعني فضل أنا حضرت الوحيتي أخت الكريمة أني مجد أهلي لما توفر معلش يعني بيحصل كده كتير إخ حسن الغرب الخط قطع خط قطع معلش معلش يا شيخ حسن ما تزعلش ربنا يدي لك تعزية لكن أنا عايزة أكلم الشباب بالمناسبة دي أني أيها الشباب أنا بناديكم باسم رب يسوع أهليكم رسالة اللي أنتوا هتعملوا معاهم هيتعمل معاكم في يوم من الأيام أوعى تفتكر لو أنت أهملت في أسرتك لو أهملت في ولدك والدتك أن في يوم من الأيام ولادك هيشلوك على كفوف الراحة هقول لكم قصة يعني أنا مش عايزة أدياكم لكن دي بتحصل بتحصل قوي في مرة بمرات كان فيه أم كانت أم عجوز جدا وكانت عايشة مع ابنها وبعدين فكان ابنها حطتها في قوضة كده وحطتها على سجادة ولا على مرتبة وتفر يعني وبعدين كانت الزوجة متضررة من الأم كتير وكانت متضايقة جدا فقالت له بص هي شغلة القوضة وإحنا عايزين قوضة الولاد بص إحنا عندنا قوضة فوق السطح نطلع في القوضة نيفر شالها ونخليها فوق السطح وليك علي أنا هأكلها وهشربها وكل حاجة ومش هنقصها حاجة بدل ما شغلنا القوضة نطلعها فوق وهو بمنطقة البساطة لا طيب ما فيش مانع شيء فعلا يدمي وبعدين الأم كانت عجوز وكانت يعني كاشة قوي قوي فرح الأب شالها باللحاف بتاعها الأبن أيمن الأبن شالها باللحاف بتاعها علشان يطلعها في القوضة اللي على السطح بعد ما وضبوها وهيخدها يحطها فوق فعنده ابن صغير قاله بابا بابا استنى استنى في حاجة مهمة نسيت أقولها لك قاله إيه استناني أنا شايل تيتا قاله لا سيب نص اللحاف أنا عايزه خدها في نص واحد قاله نص اللحاف عايزني أقص اللحاف قاله آه علشان أشيل نص اللحاف التاني أحطك فيه لما تكبر صوروا تطوروا أنه ممكن الأطفال بيتزرع فيهم كده وبيقول ل والده كده أقعد حط تيتا في اللحاف كله قصلي نصه وخلهولي عشان لما أنت تكبر هحطك فيه عشان ما بقاش قصرت معاك زي ما أنت ما قصرتش مع والدتك طبعا أنا أنا بضحك طبعا بقول العكس عزيزي أقعد قصر مع والديك إن كان في إمكانيتك تعمل كده لألا يلف عليك الزمن وما يزرعه الإنسان على فكرة مبدأ الزرع والحصاد ده مبدأ إلهي خلي بالك من كده وخلي بالك من كده مبدأ الزرع والحصاد مبدأ إلهي واللي أنت بتعمله سيعمل فيك بالحرف وقد يكون أكثر قد يكون أكثر لكن أنا عايزة يعني أسيب الكبار في السن شوية وعايزة أتكلم مع الصغيرين وعايزة أقول أن الله العظيم هو يرفع ويحمل وينجي في آية بتشمل التلات بنود دولة فأشعية تلاتة وستين تسعة بتقول الآية كده فكل ديقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم يعني نجاهم بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة حقول لك تاني الآية دي اسمعها معايا واسمعيها معايا فكل ديقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم وحملهم ورفعهم كل الأيام القديمة يا رب ليك المجد يا رب ليك المجد أنا مش متروك للظروف أنا مش متروك للأمواك تلعب بي عارفين لما بنكون على البحر وبيكون أولادنا صغيرين وبناخدهم كده على المية وأول ما ندخلهم هو مش خايف من الموج لأنه ماسك إيد بابا ماسك إيد ماما فهو مش خايف لكن عارفين أول ما بتيجي موجة عالية بنعمل ايه بنروح رفعينهم فوق الموجة فالمية تخبط في رجليه ويفضل الطفل فرحانه عمليه تحك لأن الموجة جاي عليه مخبطتش فيه ده بابا رفعه فالموجة عدت من تحتيه هو أبوك السماو بيعمل معك كده لما بتيجي عليك موجة عالية مش بيسيبها تخبط فيك في وشك وفي عينيك ده بيكون رفعك وبتعدي من تحتيك هو ده إلهك هو ده إلهك قدي يستحق أن نعبده من كل قلوبنا يستحق أن نعيش أسرى حبه أسرى حنانه ومعروفه وكل يوم بيشهد عن أمانة جديدة بتقول الترميمة كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعيتك لينا والحاضر والجاي في إيديك بالحمد هيشهد لك فينا ده كل الماضي بيشهد ليك يا رب ده سنين عمرنا اللي فاتت بتشهد عنك لأنه هو يرفع رفع ويرفع وسيرفع رفعنا في الظروف المختلفة ويرفعنا الآن حينما تأتي أمواج الحياة علينا وسيرفعنا في الغد إن أحيانا الغد وبقى في بقية في حياتنا طيب ناخد مدخلة الأخت مجدة من كاليفورنيا أهلا وسهلا بيك يا أخت مجدة تفضلي أنت على الهواء أهلا نزاك يا أخت فلوة أهلا يا أخت مجدة أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي ربين عدارك يا حبيبتي تعيش يا حبيبة قلبي تفضلي أنا مراد وليام خدم الرب أهلا وسهلا يا أخت مجدة أهلا بيك إزايك ربنا يباركك يا أختي سلوى أنا بحب كلماتك قوي وبصراحة الحلقة دي حلقة رب يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر يا حبيب إيباركك رب سديني إنتي عارفة أني أنا عيالي في مصر طبعا وبعد عني فالكلام بتاعك ده رفعني في السماء مبارك اسم الرب ده كلام الروح القدس يا أختي مجدى الرب فعلا شجعني 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 الرب صالح هو بيشجعنا كلنا نعم إله رائع إله رائع حتى في الشيء بيحمل يعني حتى ماما مكسورة أيوة أيوة المستشفى يروحي الكلام ده فعلا فعلا يعني أنا أوصله لها عشان يرفع أمين أمين تقدر يتأخذ الشريط الروح القدس بيكلمنا كلنا يا أختي مجدى وبيكلمني أنا قبليكي بيكلم كل الحبايب اللي سمعنا لأن ده مش كلام سلوى سلوى ما تعرفش تتكلم ولا حرف واحد لكن الروح القدس الروح القدس بيتحرك وبيكلمنا وهو اللي بيشجعنا سدقيني كلنا وهو اللي بيطيب خواطرنا عشان إله عظيم ما فيش أحلى منه طبعا طبعا نحن بنشكره 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 ولو قعدنا نشكر طول عمر أنا مش هنقدر نواتي ما فيش شك ما فيش شك إن هو إله الأمانة عظيم الصميعة ولولا مشيته معانا يعني أنا بحب التانية اللي بتقول لولا يا رب ما انت معانا ما كناش نعيش لحظات ربنا يباركيك يا أخت مجدر كان فتك دينا العدو لكن نشكره من أجل إله المحوطات طبعا طبعا من ساعة ما تولدنا لغاية ما هنقابله هو كده صح هو اللي رعانة تعيشي تعيشي يا أخت مجدر في اسم يسوع لمجدو لمجدو يا حبيب تقلبي شكرا لاتصالك ربي بارككم وألف سلامة لماما هنصليلها ونسمع أنها تحسنت في اسم يسوع سلمين عليها شكرا لاتصالك يا محبوبة ربي باركك شكرا لك طيب حبيبنا دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني بعد الفاصل ونسمع ترنيمة حلوة نستمتع بيها في اسم يسوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تكون عليك المجر إليك ولا أخاف لا لا فرحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته وليبيت جميل لسمائك صمعته وضمنته لضمنته أحمل وترتب قدامي مائدة إطعامي وترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعم مائدة مائدة إطعامي مائدة 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 من شبابة مائدة 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 اللعنة مائدة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة إن الله هو اللي رفعنا في المواقف والأزمات الصعبة اللي عدينا فيها هو اللي بيرفعنا وهو اللي هيرفعنا أيضا وحنروح لمزمور 91 اللي كلنا حفظين وقول معايا لأنه تعلق بأنجي أرفعه ده أنا مش بس هرفعه ده أنا هرفعه هديله رفعه وهديله مقام عالي أرفعه لأنه عرف اسمي معه أنا في الضيق من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي لكن في مزمور 121 برضو كلنا عارفين الآية الحلوة اللي بتقول أرفعه عينيه إلى الجبال أنا مش برفع عينيه عشان أبص على الجبال ده أنا عايز الإله اللي فوق الجبال أرفعه عينيه إلى الجبال من حيث يأتي عوني صدقني معونتك مش هتيجي من تحت صدقيني معونتك مش هتيجي من البشر انسي لو متوقع معونة من بشر انسه هيخزلوك وحيكسفوك وحتنحني وحيجي لك مرارة وحيجي لك اكتئب اوعى تتوقع معونة من البشر زي ما قال أيوب كلهم معزون متعبون غرب أرايب أي حد لكن قول أرفع عينيه إلى الجبال ارفع عينك لفوق ورفعوا عيونهم فاكرين التلاميذ لما كانوا في جبل التجلي ورفعوا عيونهم ولم يروا أحدا إلا يسوع المسيح كان يسوع وحده شافوه هو وحده وكان إلي موسى مشيو رأوا يسوع وحده ارفعوا عينيه إلى الجبال لكن فيه أشعية أربعين ستة وعشرين آية رائعة بتقول كده ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه بص كده حواليك بص للشمس بص للأمر بص للكون بص للمية أنا كنت كده من يومين ماشية وشايف المية بتاعت المحيط وقعدت كده وقلت له يا رب هو وضع للبحر حدا لا يتعدى ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جندها اللي هو كل المجرات والكواكب يدعو كلها بأسماء لكونه شديد القدرة لكثرة القوة لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد منه حد لكونه شديد القدرة ولكثرة القوة لا يفقد لا يمكن حد يفقد منه مرة واحد خادم قال التعبير اللذيذ ده قال هو الرب شايف النملة السودة في الليلة السودة على الحجر الأسود هو شايف المصار بتاعها النملة السودة في الليلة السودة على الحجر الأسود الليلة لمفاش أمر هو شايف النملة يقوت كل طير وكذا يهتم بيه أنتم أفضل من عصفير كثيرة لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع شكر لتحلم طلباتكم لدى الله وسلام الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع لكونه شديد القدرة لا يفقد منه أحد في سفر العدد ستة ستة وعشرين بيقول يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما عارف الرب لما يرفع وجهك عليك لما يرفع وجهه عليك هيديك سلام ولو ما عندكش سلام تعال وراجع نفسك وتعال وراجع خطواتك وأقف وقف معاه وأقول له ما عنديش سلام ليه فيه إيه حاجة بالسلام عني أكيد فيه خطيئة إن رعايته إثما في داخلي لا يستجب لي يا رب خلي بالك لو ما فيش سلام مليك الواحد لما بيجي ينام مؤمنين الحلوين مختبرين كده حط راسنا على المخدأ نحس سلامه مغطين سلامه ملينا سلامه مغرقنا ماشيين حاسين سلامه جوانا بنتحرك حتى في الضغوط المختلفة سلامه معينا يرفع الرب واجهه عليك وارفقه يمنحك سلام لو ما عندكش سلام تعالى وقول له املاني بسلامك وإن كان فقل بخطيئة وراعتها كتير خلصني من العبودية بقوة تحرير قل لو في ضعف لو في إهمال في كلمة الله لو في إهمال في إن بني دي له حقه نقعد معاه هيديك منين سلام لو أنا واحدة قعدت معايا مثلا مش هتعرف شخصية اللي ما تقعد معايا لكن لو حد سألها اللي تعرفي فلانا أبشوفها أعرفها من بعيد لكن ما تقعد معايا تعرفني أنا هعرفها هتسألوني عليها والآن عرفها أنا بقعد معاها كتير لا أنا متأكدة من شخصيتها لأن أنا عرفها لما هتعرف الرب هتتمتع بعطياء هتتمتع بسلامه هتتمتع بجوده وصلاحه هتستمتع برفعته ورفعه لأنه عرف اسمي لكن تعالوا نقول مع بعض الآية بتاعة أشعية أربعين وواحد تلاتين أشعية واربعين أشعية سوري أربعين وواحد تلاتين كلنا حفظينها تعالوا نقولها بصوت عالي قولها معايا دلوقتي قوليها معايا وأما منتظروا الرب وأما مش أي حد منتظر الرب على فكرة في ناس منتظرين الرب وقلوبهم بعيدة عن الرب هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا يفتكنوني في المشاكل تعال يا رب وحل يا رب لكن أنا بتكلم على الناس القريبين جدا من محضر الله وأما منتظروا الرب فيجددون قوة افتكر الآية دي لما تخور قواك لما تحس إنك داون تعبان منهار خير قواك مش شيلاك ركبك مش شيلاك قواك خائرة تعالوا وحط إيدك وقلوا هنتظرك لأن منتظروك يجددون قوة يرفعون أجنحك النصور يمشون ولا يتعبون يركضون يجروا ولا يعيون دول اللي بينتظروا الرب قوة متجددة يوم بيوم حتى لو أنت مسن حتى لو أنت كبير في السن حتى لو أنت مريض وقواك مش شيلاك حتى لو مش قادر تمشي حتى لو أنت على ويلة شير حتى لو أنت على كرسي متحرك هو يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة لكن وسط الحاجات جي كلها فعلا بقف قدام آية رائعة جدا في إنجيل متى ألها متى كده الرسول من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع من يرفع نفسه يتضع خلي بالك خلي بالك وأنا بقول الكلام ده لنفسي سلوى خلي بالك خليك عند الصليب مهما الرب ادالك من إمكانيات ومهما الرب ادالك من مواهب مهما الرب ادالك من صوت حلو مهما الرب ادالك من أصابع للعسف مهما الرب وضع كلمة في فمك مهما الرب أعطى لك تعال عند الصليب وقل له خليني قرب الصليب خليني أفتكر يا رب وأقول عند الصليب ينبغي أنا ذاك يا زيد أنا ذاك يا زيد أنا بعمل ده الماجدك أنا مش بعمله الصلاح فيها أنا الوحدي ما عرفش أعمله حاجة أنت اللي ديتني عشان أقدر أعمل أنت اللي ديتني قدرة وقوة لاصطناع الثروة أنت اللي ديتني موهبة عشان أقدر أعزف عشان أقدر أرنم عشان أقدر أقود تسبيح عشان أقدر عشان أقدر هو لو ما شاورتش عليه خدمتك حتضعف وحتهبط وحتنزل لأنه لازم هو ياخد المجد لوحده الله غيور على مجده ولا يعطيه لآخر فأي خدمة ليك شاور عليه شاور عليه قول هو زي حمل الله زي ما قال يحنى الذي يرفع خطية العالم شاور عليه في خدمتك شاور عليه في مشاريعك شاور عليه في تخطيطاتك خليه هو في الصدارة قدامك حيكرمك وحيرفعك لأن من يضع نفسه أمام الرب يرفعه الله يقاوم المستكبرين أما المتوضعين أحب كلمة أما فيعطيهم نعمة في يحنى واحد تسع وعشرين زي ما قلنا الآية اللي قالها يحنى هو زى حمل الله الذي يرفع خطية العالم إلى الشيبة أنا أحمل إلى الشيخوخة أنا هو المحمولين من الرحم إلى الشيخوخة أنا هو أنا واقف لك في سن الشيخوخة أنا واقف أصادك أنا عمري ما هسيبك أنا حملتك من الرحم حملتك عارفين كلمة المحمولين دي النهاردة كنت بفكر فيها ده فعل مضارع مستمر يعني عارفين محمولين من الرحم يعني من أول ما نزلت من الرحم أنا حملك أنت ما زلت المحمولين من الرحم مش اللي أنا حملته وركنته لا ده في حتة قبلها كمان بتقول إيه المحملين علي من البطن تصوروا يعني وانت في البطن قبل أن تأتي إلى هذا العالم أنت محمول على الأذرع الأبدية محمول على كف الإله القدير الذي صورك في بطن أمك وصورك في بطن أمك فأنت محمول على كفه كفه الأزلي والأبدي قال لأرمية كده في القديم قبل ما صورتك في البطن عرفتك قبل ما تتصور في بطن والدتك وقبل أن تتصور عظامك الله رقم عظامك قبل أن تولد قبل ما صورتك في البطن عرفتك قبل ما خرجت من الرحم قدستك إيه ده قدسته هو في بطن أمه يا رب الأيوة قد فعلت زي ما الآية دي بتقول قد فعلت وهو في رحم أمه قبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب من أول ما توقعي وانا عارف ما أنا عارف ما قصة حياتك معلنة قدامي من قبل ما تتولد وانا بصورك في الرحم وانا برقم عظامك انا عارف انت هتعمل ايه بعد كده لما تجبر بس ياريتك تكون حسب فكر قلبي أنا عشمان فيك انك تعرفني من كل قلبك أنا عشمان فيك ان أول ما تجبر تعرف ان أنا الله وليس آخر لو ما كانش هو مخلصك لن ترى حياة أبدية اطلب خلاصه اطلب فدائه اطلب مراحمه السرمدية اطلب دمه يغطيك ويخلصك ويكتب اسمك في سفر الحياة طيب معنا مكلمة من أخت فايزة في كندا أهلا بيك يا أخت فايزة تفضلي انت معنا على الهوى أهلا موسى أهلا بيك يا أخت فايزة تفضلي كيفك يا أخت سلوى ازايك يا حبيبتي انا كويسة حضرتك عاملة ايه انت الحمد لله وشكر انت مع الزيانة وبركة بركة في الوعبات والكلمات اللي بتقولي ممسوحة بالروح القدس وربنا يباركك حبيب ربي باركك يا أخت فايزة ربي باركك نحتاجين كلنا لتعزيات هذه لأنه كلنا دا نمر الظروف الصعبة اللي في الغربة هنا اينا الغربة هي عن الغربة اللي هو احنا لما نروح ياما ربي يسوع ياما راح نكون احنا مش غرباء لكننا الآن هنانا غرباء ونزلاء صح بدي كلمة من عندك من شان تعزي اللي شخص اليوم أنا رايحة بن عزي لأنه هو شخص رجل كبير عرف الرب وتركونوا أولاده كلهم تركونوا زوجتوا تركتوا هو عايش لوحده هلا هو عنده قلب هلا اليوم صير عنده هرثة التالية يا يسو خبروا أهله ولا حدش بيهتم ولا حدش بيجير بال علينا لأنه ليه لأنه هو عرف الرب وتعلق بالرب تركونوا فمسكين هو تروحين الدمعة في عيونه يا يسو لأنه ما في أولاد يجون فكانت اليوم الوأض بتائك اليوم الكلمات المعزية التمناج هذا الشخص هو محتاج هالكلمات أروح بعزينه أعطي لي كلمات تكون ممسوحة بالروح القدس من شان يتعز هو بيها ربي باركك يا أخت فايزة ربي باركك هو الرب فعلا هو يدي فرصة للرب أنه يعزيه هو يدي فرصة للرب أن يملأ قلبه بسلامه خلي بالك أن كلام الرب موجود ورائع جدا وروح القدس بيقدمه لكل واحد فينا بس على فكرة الاستقبال إحنا بيبقى عندنا مشاكل في جهاز الاستقبال بتاعنا دي حاجة كتير أنا كتير بصلي الصلاة دي وأقول له يا رب زبط جهاز الاستقبال بتاعي خليني أستقبل صح ما تخليني أستقبل أفكار العدو اللي بيدمرني وطول النهار يخليني أندب حظي وده يقول وده يعمل ويعيني على أولادي اللي سبوني زي ما الأخ ده طول النهار بيقول قاعد وحده ومراته سبت وأولاده سبوه وعمال ينضب حظه خليه ينظر يرفع عينه إلى العلاق وينظر ماذا فعل الرب لأجله وماذا يفعل هو مفروض أني مش العيشة كلها أني نفضل نعيد ونزيد في حظنا اليائس أو ظروفنا اللي احنا فيها لكن لما نرفع عينينا الفوق هنشوف الرب هيعزينا مش قادر يقرأ كلت عيناه من أنه يقدر يقرأ فممكن يسمع شريط في الكتاب المقدس المقروء المسموع يدخل على الانترنت على قناة الكرمة ويسمع ويسمع الكتاب المقدس المقروء يشبع بكلمة الله الله حي عوده هو مؤمن يا أختي هو مؤمن لازم يستقبل من الرب يا أخت فايزة يا حبيبة قلبي هو لازم يستقبل وبيقرأ وبيستب سوري هو بيقرأ وبيستب وعرف ربنا و حلو ورائع يعني هو صعبان عليه طبعا اتعرف مرات من يكون الإنسان مريض بحاجة إلى أحد داير مدايره بالضبط بالضبط ده كلام صح مليون في المية علشان كده احنا بنوصي الأولاد والبنات الرجال والسيدات بنقول أهلين أمانة الرب استودعنا ليها وبعد شوي هنتكلم على أن في مسئولية الإيمان يا جماعة امتياز ومسئولية قوعوا تفتكروا أن الإيمان امتياز بس لو ما شلناش المسئولية يبقى إيمان ناقص خلي بيكون من كده بس أنا نفسي فعلا أن هذا الأخ العزيز أن فعلا الرب يملاب سلامه لكن في نفس الوقت هو إنسان هو بيتوقع من الآخرين أبسط شيء أولاده اللي تعب فيهم وعلى فكرة دي مشاعر الرب فعلا دي مشاعر الرب إنه لما بنكون أولاده وبنجرح قلبه وبيتجرح قلبه جدا وبيقول دول أولادي اللي أنا دفعت فيهم تمن فعلا فإذا إحنا هنصليله ورب يبركك يستخدمك معاه صلي معاه وشجعيه وخليه فعلا يفرح بالرب يعني يعني عارفة لما يفرح بالرب ده معظم المشكلة بتاعته تتحل لأنه هيحس إنه ساتسفاي هيحس إنه هو حاسس إن رب قريب منه قوي حاسس بمعي كل يوم جديدة يرنم ويهتف ويفرح فرح رب ده قوتنا فإحنا هنصليله وهنصليلك ربنا يبركك ويستخدمك معاه أخت فايزة شكرا لاتصالك وفعلا هو لو ابتدى يفرح بالرب ده حيبقى حل كبير لجزء كبير من المشكلة لأن فرح الرب هو القوة لما بتستنفس قوانا وإحنا بنفكر شمال ويمين وبنحس إن نفسيتنا لنفوسنا لكن عايزين نقول حبانا المشاهدين هناخد جزء صغير في النقطة التانية إحنا قلنا رفع ويرفع وسيرفع وسيرفعنا إلى أن يرفعنا إلى المجد الأبدي الرفع الكبير الرفع الكبير اللي فيها فعلا إحنا هنشوفه هناك أنا عايز أقول إن هو بيرفعنا هنا على الأزرع الأبدية وبيحملنا على منكبه زي ما تكلمنا قبل كده وهو كمان بيرفعنا بالمواعيد بتاعته وخلي بالكوا إنه كلام الله بيرفعنا يوم ورا يوم كم من مرة ساعات كتير كل واحد فينا يصحى من النوم في ميت فكرة في دماغه وفي كذا حاجة عايز يعملها ومش مكفي ده ومش مكفي ده وعايز يغطي هنا وعايز يغطي هنا وعايز يغطي هنا وإن الكل جاي قصاده فيروح نازل لتحت والشيطان يقولك ولا هتعرف تعمل ولا عمرك هتعرف تعمل وانت هتفضل كده لحد ما يحصل لك كذا والحد ما تعمل بنكربسي والحد ما تبيع بيتك والحد والحد تدي ديق الديرة ويقولك وكأن الله غير موجود لكن خلينا لا نجه الأفكار ونتنبه ليه لأنه هو كذاب وأبو الكذاب هو بيضحك عليك هو بيضحك عليك لما بيقولك إله قد تركك زي ما قالت صهيون في يوم من الأيام إله قد تركني وسيدي قد نسيني لكن الرب بفهم الحلو قال لها هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها هينفع كده في أم هتنسى رضيعها هل أم مش هترحم ابن بطنها ولو فرد ولو فرد حتى هؤلاء ينسينا أما أنا فلن أنساك هو زى على كفية نقشتك أصوارك أمامي دائما إزاي إزاي تقولي حتى بيقول في أشعية يا إسرائيل لا تنسى مني لا يمكن ووزع على كفية نقشتك أياتها الكنيسة رائعة أصوارك وأصوار حياتك وأصوار ظروفك كلها أمامي دائما عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة أبل ما سيبكم عايزة فكرك أنت محمول من الرحم المحملين من الرحم المحمولين على كفية من الرحم إلى الشيخوخة أنا هو خلي بالك وإلى الشيبة أنا أحمل أنا أحمل أنا أحمل ثق في إلهك 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 اللي رفعك قبل كده وإلهك اللي بيرفعك في الأزمات وإلهك اللي وعد إن باقي الرحلة هو مسؤول عنها وهو برضو هيرفعك فيها بقلنا نقطتين هنكلملهم إذا تأنا الرب في الحلقات القادمة أنا أحمل وأنجي هو رفع وهو يرفع وهو سيرفع وفي المرة القادمة هنتكلم كيف يحمل وكيف أيضا ينجي خلينا نغمض عنينا دقيقة وحدة أو نصف دقيقة نشكر فيها الرب ونحمده على محبته التي لا يعبر عنها يا رب بنبركك بنشكرك بنعظمك من كل القلب لأنك أنت إلهنا سيدنا أنت خيرنا لا شيء غيرك بنشكرك كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية نشكرك لأنك رفعت على الصليب لترفع عنا اللعنة لترفع عنا خطيانا لترفع عنا كل ديقاتنا وكل ضغوط حياتنا لأنه مكتوب الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا إجمعين كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء نشكرك لأن لنا فيه كل شيء يا أبانا ساعدنا أن نتمسك بيك نتمسك بكلامك نفرح بيك نمتلق بحضورك في أعماقنا نمتلق بكلمتك الحية فنرتفع فوق الظروف ونشعر بمعيتك معنا طوال أيام الغربة حبيبنا اللي اتصلوا حبيبنا التعبنين حبيبنا المضغوطين جدا الكل بين إيديك واللي وصونا يا رب نسللهم بنحطهم بين إيديك بننتظرك فيهم أن تعينهم وترفعهم إلى أن تجيب في المحبوب الغالي ربنا يسوع اسمع واستجيب لك الكرامة والمجد من الآن وإيه للأبد أمين أحب أن الغاليين في ختام الحلقة بنشكركم لأجل الوقت الأضنى معاكم والأجل صوت الروح القدس لي أنا أولا وليكم لكل واحد فيكم خلي بالك أنه وابعت لك ميسيج حاول تعدها حاول تسمعها حاول تفكر فيها وسق أن إلهك حي إلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل والرب معكم ويحفظكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معكم أحمل وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيخوخة أنا هو أحمل الرجال وحب السماء فكلنا شركة في الكرمة في الكرمة الكرمة نرفع الصلاة لمليك العلا فهو رب الحيا الكرمة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة